أهلا بكم في إطار تعليمه في الصلاة تأمل قداسة البابا فرنسيس في حديثه الأسبوع إلى المؤمنين في موضوع البركة حيث أن رجاء العالم كله يكمن في بركة الله فالله يحبنا ويباركنا ويريد لنا الخير دائما فبركة الله الكبرى لخلائقه هي يسوع المسيح وأضاف أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون أن تكون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنائمه البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لكداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح كداست البابا البركة الرسولية وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تأمل قداست البابا اليوم في البركة في إطار تعليمي في موضوع الصلاة قال نركز اليوم على وجه أساسي من أوجه الصلاة وهو البركة نجد في الصفحات الأولى من الكتاب المقدس تكرارا مستمرا للبركة بارك الله الخليقة والإنسان والإنسان نفسه أخذ يبارك ولكنه تحول بعد قليل وصار سببا للشر والموت خلق الله كل شيء حسنا جدا وعلى الرغم من الشر الذي صنعه الإنسان إلا أن بركة الله بقيت معه لذلك فإن رجاء العالم يكمن كله في بركة الله الله يريد الخير لنا يريد البركة لنا وقال كداسته إن بركة الله الكبرى هي يسوع المسيح هو الكلمة الأزلي الذي به باركنا الآب عندما كنا خاطئين ولا توجد خطيئة يمكن أن تلغي كليا صورة المسيح الحاضر فينا يمكن للإنسان أن يشويها لكنه لا يستطيع أن ينتزعها من رحمة الله ويمكن للخاطئ أن يبقى في أخطائه مدة طويلة لكن الله يصبر حتى النهاية ويرجو دائماً أن ينفتح قلب الخاطئ فيتوب لنتأمل فيما صنعه يسوع مع زكة رأى الجميع فيه إنساناً خاطئاً أما يسوع فرأى فيه الخير في الواقع قبل الرحمة وتاب وتبدلت حياته الله يحبنا ويباركنا فلا يمكن أن يكون جوابنا إلا محبة له وبركة الله يريد لنا الخير ونحن لا يمكننا إلا أن نريد الخير بأقوالنا وبأعمالنا فنبارك الله ونبارك جميع خلائقه والآن تحياتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية saluto i fedeli di lingua araba بوسى il tempo di avvento ونحن نحن نعطقين باللغة العربية ليمنحنا زمن الماجيء النعمة لنزداد حبا للرب يسوع ولننتظره ساهرين في الصلاة ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر ترجمة نانسي قنقر